ومتاج أبن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخرافة من الجداء فيقيم الخرافة عن يمينه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب ما ترأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك وما ترأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك وما ترأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكتي لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريبا فلم تأوني عريانا فلم تكسوني مريضا ومحبوسا فلم تزوروني حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين يا رب ما ترأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية